محافظ صلاح الدين يوجه لتوفير مستلزمات تأمين عودة الأسر إلى قراها في ناحية مكحول بعد إعادة انتشار القوات الأمنية دائرة الرقابة التجارية في صلاح الدين تقول لدينا لجان مختصة بمراقبة أسعار المواد الغذائية ومحاسبة من يتلاعب بقوت المواطنين اتساع طوابير الانتظار أمام محطات الوقود بعد نقص غير مبرر بساعات التجهيز والحصص ومواطنون يشكون فوضى مرورية بشارع الأطباء وسط تكريت مجلس النواب العراقي يعتزم إصدار مذكرة منع سفر بحق وزير المالية وعقد جلسة طارئة الأسبوع الحالي لمناقشة سعر صرف الدولار ترجمة نانسي قنقر